تم تصعيدي في الفريق الأول كان عمري مثلاً 18 سنة كان مستر بيرجر ده نمساوي كان موجود مدرب أجنبي وكان معاك كابتن محمد عبد السميع مساعد وتقريباً كان كابتن محمد يونس مدرب حراس مرمى في الوقت ده ساعدت معاهم وكنت مثلاً 18 سنة وبدأت بقى حياتي في الفريق الأول يمكن أعدت شوية في الفريق الأول ما بلعبش حوالي درجة أنهم في النادي كانوا يسمييني أيوب زي كابتن أحمد شبير إن أعدت حوالي خمس سنين أو ست سنين ما بلعبش خالص بتمراً بس مع كابتن أحمد صابر وكابتن طرق سليمان النادي المقولين العرب يمكن مش نادي جماهيري لكن نادي مختلف نادي كبير نادي عنده تاريخ نادي تقيل زي ما بيقولوا وفيه إمكانيات كويسة هل ده ساعدك؟ طبعاً منظومة 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 صغيرة شايف الاحتراف في نادي المقاولين يعني إحنا كقطاع ناشئين كنت بروح النادي طبعاً في ملعب كذا ملعب للقطاع في نظام في التدريبات مدربين وحطين لكل فرقة مدرب ومساعد ومدرب حراس منظومة يعني منظومة بلاس ان انت كمان كنت كان فيه اهتمام بالحتة الغذائية يعني انا كنت انا كنت افتكر انا اول ما روحت النادي انا كنت فايع قوي فكابتن حمد سيكلا قال لي ان احنا هنعمل لك فحوصات في المركز الطبي طبعاً مركز الطبي جنب النادي او في النادي اعمالي فحوصات طبعاً طلع عندي اكتشفوا لانا عندي انيميا هم علجوني منها هم يعني ده ما اعتقدش ان فيه دلوقتي اه حد بيحصل له كده ان ان بيهتموا بالنشئين للدرجة ودي ان اعمل له فحوصات اعمل له تحاليل اعمل له حاجات ابين ان اللعب اه وكشف طب كامل كويس بجانب بقى ان ان التغذية كانوا كمان بيهتموا بالتغذية كان اه خلص تمريني ألاقي محضريني أكلي والفريق كله يعني مش أنا الواحدي أكلنا وشربنا بحيث أننا لازم مهمة قوي في قطاع الناشئين أو في الناشئين التغذية التغذية بعد التمرين بتلت ساعة لازم يبقى فيه تغذية كويسة تدخل جسم فكانوا بيهتموا بالحتة دي كويس جدا